جزيلاً طبعاً لمعلقنا المتقلق دائماً كابتن أحمد مناع وانتهاء الشوت الأول من طبعاً جيمتو ما بين النادي الأهلي والمصرية للاتصالات بنتيجة 41.35 عايزين بس قبل طبعاً ما نتطرق للحديث عن الكورتر الأول والتاني مع كابتنا الكبار في الستوديو التحليلي عايزين بس ننوه إن الشوت الأول لطبعاً نادي الأهلي وهليوبلس في ربع نهائي كأس مصر انتهى الشوت الأول بنتيجة 15-11 ودلوقتي طبعاً إحنا موجودين في الهاف تايم بنتمنى طبعاً كل التوفيق لفريقنا يعني يمكن كابتن سرعوي يمكن شفنا إحنا كنا بنتكلم خلال الفترات الماضية أو تحديداً في الدور الترتيبي الحقيقة إن كان يعني كان فيه معدل تسجيل الأهلي في المباراة أو في المباراة الوحيدة 81 نقطة شفنا النهاردة يمكن ده مش موجود في المباراة يمكن غاب التوفيق شوية كان المصري للتصالات كان بيتفوق علينا في الكورتر الأول يعني تحديداً الأول والتاني عايزين نتكلم هل ده يمكن نوع من الأرياحية اللي كانت موجودة عند النادي الأهلي بسبب طبعاً فرق البوينت اللي كان موجود في مباراة أمس؟ أنا يعني أقدر أقول لك إن البداية من الأهلي بدايته كانت غير متوقعة فيها ثقة كبيرة اعتماداً على تيجة أمس الفوزي الكبير بتاع مباراة قد السقة والأرياحية بالنسبة للعيبة إنه ممكن تكسف في أي وقت بالعكس لأنه أنا شايف إن مصرية الصلاة متمسكة في الجيم شوية ويبخلى الأسكور قريب ويبتعمل زي الشورت جيم يعني اللي هو عايزة تعتفس بالكورة أكبر قدر في الهجوم عشان ما تلعبش عليها فاص بريك الشوت الأولاني يعتبر بالنسبة للعيبة للأهلي كلهم في النسيان يعني شوت يعني مش موفقين فيه خالص سبينصر أحسن لاعب تقريباً في فرقة المصرية الصلاة هو لعب محترف من أحسن لعب الأجانب الموجودة في مصر يعني مؤمن طريق خيري حط ثلاث تسويبات في الآخر بتسع نقاط أو حط عشر نقاط في الوقت الأخير هو اللي قدر يخلي الشكل أننا نطلع بفرق ست نقاط واحد واربعين وخمس وثلاثين لكن أعتقد أن الشوت الثالث والرابع بيبقى فيه استراتيجية معينة عند مستر أغوستي بيزيد التركيز اللعيبة فيها وبيحصل الفرق في جميع المباريات كابتن سعوي يمكن أن نأخذ منكلم حضرتك وروح لكابتن طاهر لو هنتكلم عن أهم التعليمات أو الانستركشنز اللي ممكن يكون يعني مستر أغوستي بوش يديها للعيبة خلال الفطرتين طبعاً في الهافتايم علشان يمكن يتجنب كل الأخطاء اللي وقع فيها في الكورتر الأول والتاني هو طبعاً كما عودنا مستر أغوستي أنه هو باستمرار في الثالث والرابع بيفرق يعني هو بيقرأ الأولاني والتاني كويس وبيغير في طريقته في اللعب سواء في الدفنس أو في الأوفنس من خلال تجربته في الأول والتاني وباستمرار بيعمل فرق مع معظم الفرق في الثالث والرابع ده شيء الشيء الثاني اللي كنت عاوز أحب أن نوه عليه زي ما توقعتي حضرتك في الماتش وأصغطي في سؤال لي أن المدرم بتاع الاتصالات كابتل محمد سليم سولي هيعمل إيه وفعلاً الكلام اللي أنت قلتيه كان تحقق بأنه هو كان ردي لكي أن هيفضي المحترف بطرق معينة في الأوفنس مما يؤدي أنه يرفع شوية لسكور اللي هو هيحطه الاتصالات غير إبارة وفرق معي فعلاً وفرق معي فعلاً وكما توقعتي هو فكر إلى حد ما نجح في الأولان والتاني أنه هو يفضي المحترف في أوقات كتير مما قدأ أنه هو حط سكور كتير ومسر أوجيستي ماسكه تقريباً باتنين لعيبة في أوقات كتير يعني عامل عليه دابل تيم في أوقات كتير فده الأدى لأن الفرق يبقى قليل بس أنا كل ثقة أن مسر أوجيستي هيغير تكتيركه بحيث أنه هو هيفرق في الثالث والرابع زي ما بيعمل يوزي ما بيعود لكله والنقطة الثانية أنه هو معتمد على النشيئين حتى في المطش ده ودليل أنه هو واحد ناشئ زي مؤمن طريق خيري جاب ثلاثة سري بوينت يعني ده واخد ثقة رغم أنه هو ما ابتداش بيه وأنه ما واخد ثقة من المدرب بحيث أنه يقدر يركز هذا التركيز الكبير ويجيب الثلاث سلاسيات وراء بعض أفهم مش فاصل طبعا زي ما قلنا أنه هو في المطشات دي بيحاول يرمي لحد متمير الناشئين دول ويديهم سخة بحيث يكسبهم ويلاقيهم في المباريات المصيرية في النهائية كابتن سرعوي يمكن تأخرنا في التسجيل في الكورتر الأول يمكن يعني الفرقتين سواء الأهلي أو المصيرية الصلاة لحد ما أبو النصر سجل الحقيقة كان فاضل يمكن على انتهاء الكورتر الأول ما يقرب من 8 داية 11 ثانية فكرة التأخر في التسجيل بالنسبة للفرقتين هي بالتأخر بالنسبة لأن الدفاع كان جيد جدا من الاتصالات ومن الأهلي وكانت زي ما قلنا في الأول أن العيب الأهلي يعني ما كانش فيه نفس التركيز المباراة أمس فده اللي خلى التسجيل يتأخر حوالي 3-4 دقيق لغاية أم أبو النصر قدر يسجل مدرب أغوستي بوش بيعتمد على سبينسر أنه يوقفوا عن طريق أبو النصر أو عمر زهران بيغيروا عليه زي ما بيجي لعب ارتكاز يعمل هيل بمساعدة معهم بحيث أن يبقى سبينسر مش قادر يباصي لكن لما بتجي له كرة فاضي بثري بوينت عنده نسبة عالية جدا جدا وبيعرف ياخد الفاول في الأوقات الحرجة بيعرف ياخد الفاول لكن أنا أعتقد أن لعبتي الأهلي هياخدوا ضش بين الشوتين وهيرجعوا لعبتي الأهلي لتركزهم في الفترة اللي هي الثالثة والرابعة وزي ما كابتن طاهر قال أن لعبتي جس بوش تملي بيعتمد في الشوت الثالث والرابع بيجرب اللعبة كلها في الأول والتاني وبيعتمد على مجموعة بتخليها تكسب المباراة بفارق وفارق سكور لكن لو استمر لعب الانتصالات في تمسكهم بالجيم هيبقى الشوت الثالث هيبقى صعبة شوية إن شاء الله نتمنى يعودوا للجيم مرة أخرى لا يعودوا إن شاء الله ونكسب فارق بإذن الله إن شاء الله يعني نكسب فارق يمكن عايزين يعني نعمل سكور زي مباراة الأمس إن شاء الله ونحقق بقى يعني في جيم ثري وجيم فور يمكن نفس فارق النقاط خلينا دلوقتي نرجع مرة تانية لأرض الملعب واستكمال طبعا الشوت الثاني من طبعا يعني أكيد مباراة النيدي الأهلي والمصير صلاة وعودة مرة أخرى لمعلقنا المتميز كابتن أحمد منع